لو تسأل أي شخص عن التجميعات القديمة سيخبر بكل بساطة قديمة عفى عنها الزمن لا تصلح في الوقت الحالي في هذا المقطع أحضرت أقوى تجميعه في العالم لسنة 2014 بسعر خرافي وقتها بلغ أكثر من 3000 دولار أمريكي أي تقريبا بنفس سعر سيارة صغيرة وقتها سنتعرف عن حكاية هذا الجهاز أكثر وهل فعلا يمكن الاعتماد على التجميعه عمرها عشر سنوات وللتعرف على ذلك خلوكم مع الفيديو لاحظوا كمية الفخامة كل شيء يصرخ بالعظمة التجميعه ثقيله بشكل لا يصدق وكالعادة سنقوم بالعمل المعتاد وسنكتشف قطع التجميعه قطعه قطعه وأيضا سنجرب التجميعه مع بعض الألعاب الحديثة والبداية بالمعالج i7 4790K معالي صدر في ربيع 2014 بسعر خيالي وقتها 350 دولار ويجب أن تعرف أن هذا المبلغ يساوي اليوم أكثر من 450 دولار وذلك بسبب الانفليشن أو التضخم لكن ممكن بسهولة تشتريه بحوالي 50 دولار وربما أكثر قليلا وأكيد لن أنصحك بشرائه في الوقت الحالي المعالج يحتوي على ربع أنوية 8 مصرات بسرعة محصنة تصل إلى غاية 4.4 جيجا هرتز بالكاد وصلنا إلى أرقام مثل هذه في معالجات الاقتصادية اليوم لكن الشيء الأخطر أن هذا المعالج يستطيع الوصول إلى سرعات أعلى بكثير حتى إلى غاية 5 جيجا هرتز نعم 5 جيجا هرتز لأنه من فئة كاي التي تقبل كسر السرعة وهذا رقم مجنون بشكل جيد إلى الآن الرقم هذا محترم جدا جدا السرعات هذه خلت المعالج وحش حقيقي في أداء السنجل كور وصراحة لا أنوي أن أتكلم أكثر عن هذا المعالج رغم أني متحمس جدا لذلك والسبب أني أفكر في تنزيل حلقة كاملة عن هذا الأخ ولكي تستفيد من كل مواصفات المعالج السابق حتما ستحتاج إلى بورد قوية ولحسن الحظ أن التجميع مزودة بواحدة من أعلى البوردات على الإطلاق في وقتها بورد خارقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومتروسة بأحدث التقنيات وقتها ربع منافذ رامات من نوع DDR3 تستطيع الوصول إلى غاية 3200 ميجا هرتز ومرة أخرى الكلام هذا عن DDR3 نظام توصيل طاقة قوي 4 زاية 4 فيز في أر آم على 2 هيت سينك على شرائح الموسفت لكسر السرعة بدون مشاكل مع وجود كل منافذ اللي يحتاجها المستخدم حتى ديسبلي بورد موجود مباشرة في البورد صراحة شيء جميل جدا تخيل أنه حتى الأمضة 2 موجود في بورد عمرها 10 سنوات شيء هذا كان ثوري جدا جدا وقتها لكن لم أتحدث عن الأجمل بعد لأن البورد تدعم تقنية SLI أو الكروس فاير وببساطة شديدة تطبيق هذه التقنيات شيء صعب على المصنعين ودائما تكون حكر على البوردات العالية فقط فمثلا حتى البورد الخاصة بي الاسوس بي 450 طاف قيمي لا تدعم هذه التقنية التقنية هذه تمكنك من ربط كرتين شاشة مع بعض في نفس البورد أو نفس الجهاز صحيح توجد بوردات كثيرة فيها أكثر من منفذ لكرت الشاشة أو PCIe لكن غالبا يكون المنفذ الأول أو المنفذ الأساسي فقط بهذه السرعات لكن الأمر مختلف في هذا البورد لأنه يوجد منفذين PCIe 3 يعملان بنفس القدرة الأمر هذا سمح بتركيب كرتين شاشة في هذا الجهاز وفعلا يحتوي الجهاز على كرتين R9 290 من صفاير لكن بنسخ مختلفة ويجب أن تعرف أن R9 290 كان كرت فلاكشيب مرعب في السوق لدرجة أنه دعس كرت الجي تي ايكس 780 المنافس المباشر من انفيديا فما بالك بوجود كرتين مربوطين مع بعض في هذا الجهاز الكروت هذه كان سعرها أكثر من ألف دولار يعني كان شيء سابق لعصره لكن في هذا المقطع التجارب ستكون على كرت واحد فقط لسببين الأول أفكر أني أنزل ذلك في فيديو منفصل تماما وصراحة أصبحت أتردد أحيانا عن بعض الأفكار لأن الدعم أصبح ضعيف جدا فمثلا المقطع السابق كان رهيب لكن لم يتعدى الألف مشاهدة والسبب عدم اقتراح الفيديو لأن أكثر من 90% من المشاهدين غير مشتركين في القناة اللايك والتعليق مهمين جدا في انتشار الفيديو لو كان الدعم أكثر قليلا أعيدكم بتنزيل مقاطع غريبة وجديدة غير موجودة في كل المحتوى التقني العربي إذا كنت متحمس جدا لمقطع دمج كرتين شاشة مع بعض فقط اكتبنا في التعليقات أما الباور أيضا حدث ولا حرج الجهاز مدعم بمزود طاقة ميسي سونيك سيريوس اكس بقدرة 750 وات تقييم ذهبي كما هو ظاهر موديلور بالكامل الباور هذا يمكن استخدامه إلى اليوم بدون مشاكل لأنه قوي فعلا صحيح سنصل إلى أرقام كبيرة إذا دمجنا كرتين شاشة مع بعض لأن الكرت الواحد يستهلك أكثر من 250 وات لكن رغم ذلك سيكون الباور هذا كافي للنظام وأيضا من الأشياء الجيدة في الباور أنه يحتوي على زر منفصل للتقليل ضجيج المراوح أما الرامات فلدينا 4 زايد 4 DDR3 من جي سكيل بتردد عالي وقتها 2133 ميجا هرتز الثمانية جيجا كانت طفرة وقتها لأن أغلب الألعاب والبرامج كانت تحتاج أربعة جيجا فقط وأعرف أن التجارب ستكون محصورة اليوم بسبب الثمانية جيجا لكن أفضل أن أترك كل شيء كما هو أما مبارد المعالج فهو من نقطوا مدعم بمروحتين NFB12 صحيح أن المراوح الحديثة من نقطوا أفضل لكن حتى هذه المراوح تبقى جيدة جدا من ناحية الأداء والضجيش ورغم أنها قديمة لكن كل مراوح نقطوا ممتازة حتى الإصدارات القديمة منها وبالمناسبة المبرد هذا يقدم أداء جيد وخصوصا أن المعالج يستهلك حوالي 90 واط وربما أكثر من ذلك في حالة كسر السرعة ومن حيث التخزين فالتجميع تعوج بالهاردات الميكانيكية حوالي 7 تيرا وأفكر أني أرفع الرقم أكثر وأكثر لأن التخزين مهم جدا بالنسبة لي وخزن فيها مشاريع أو فيديوهات القناة وأيضا الكثير والكثير من الصور الفوتوغرافية لأني من هوات تصوير الحياة البرية إذا تيسرت الأمور وسفرت إلى مصاي مرة وبالمناسبة تقع في كينيا سأنزل أحلى مراجعة عن الأسود الإفريقية ومن حيث كيس تجميعه ضخم جدا ومصنع بجودة جبارة يتسع لأضخم الكروت يحتوي على مروحتين 120 ميليمتر بدون RGB وأيضا يحتوي على قارئ أقراس من نوع DVD في وقتنا الحالي تعتبر بدون فائدة ورغم أن الكيس قديم إلا أن فيها الكثير من الأشياء الجميلة والغريبة في نفس الوقت مثل هذه الأبواب لتسمحنا بسهولة من الوصول إلى فلاتر المروح وتنظيفها وأيضا نستطيع تركيب مبرد مائي 240 أو 280 ميليمتر ومن الأشياء اللي عجبتني جدا جدا أن الأبواب أو الأغطية مغلفة بالقماش السميك لتقليل مستوى النويز الميزة هذه جميلة جدا جدا وتفتقر لها حتى أغلى الكيسات وبالصدفة اكتشفت أن لدي شاشة مناسبة لهذا الجهاز بانكيو جي دابليو 2055 قلت مناسبة لأنها من عمر الجهاز صدرت في سنة 2013 لكن مواصفاتها متواضعة 60 هيرتز 22 بوصة بانل من نوع VA وهذه بعض الألعاب اللي جربتها البداية بإلدن رينغ لعبة حديثة نسبيا جربتها على 10 ATB Medium Sitting كما هو ظاهر تقريبا 50 إطار كنت متوقع أن 8 جيجا تسبب بعض المشاكل لكن كنت راضي جدا بالأداء وناهيك أن الـ 1% Low ممتاز وصراحة الأداء كان سمن على عسر Red Dead Redemption 2 لعبة قديمة نسبية لكن لا تزال متطلبة جربتها على 10 ATB Medium Sitting باستثناء تكستور على إلترا وذلك بسبب الأربعة جيجا فيرام في كارت الأرنين وصراحة كنت جدا جدا متفاجئ من النتائج تقريبا 6 إطار و1% Low جيد جدا وكل هذا على 8 جيجا رام فقط لكن في وقتها أو في وقت صدور Red Dead Redemption 2 كانت الثمانية جيجا تصلح نسبيا لذلك حصلنا على أداء جيد وصراحة لم أكن متخوف كثيرا من المعالج أو الكارت لأن أداءهم يفي بالغرض رغم أنهم قطع قديمة ملاحظة أخرى نتائج هذه كانت في وضع البنشمارك الداخلي للعبة لمعروف أنه يشكل ضغط أكبر من الحالات العادية يعني ستحصل على أداء أفضل قليلا في حالة الاستخدام العادي أو أثناء اللعب في فارك رايسيكس الأداء كان لا يصدق بالمرة 10 ATB Medium Sitting مع تشغيل تقنية FSR في وضع Quality تقريبا 90 إطار وصراحة الأداء كان خيالي بالنسبة لعمر الجهاز وحتى الثمانية جيجا كانت تقاوم بشراسة لكن للأسف كان يوجد الكثير من التروبات أو بالأحرى الـ 1% لو كان مخفض ورغم ذلك الجهاز قدم أداء بطل جدا بالنسبة للعمر Grand 5 لعبة من عمر الجهاز ولا تزال إلى الآن معيار في أي بنشمارك لكن رغم ذلك نحتاج بشدة إلى جزء جديد جربتها على 10 ATB أقصى إعدادات أو Very High Sitting وبسهولة الجهاز كان بإمكانه رندرت أكثر من 100 إطار يعني تجربة عالية التحديث بجدارة وحتى استخدام الرامات كان مرتاح جدا تقريبا لم يتخطى الـ 6 جيجا لأن اللعبة مصممة للعب حتى على رامات 4 جيجا وملاحظة بسيطة إياك أن تعتقد أن 8 جيجا كافية في وقتنا الحالي لأني لم أجرب ألعاب كثيرة توجد الكثير من الألعاب تسبب مشاكل حتى على رامات 12 جيجا حسنا مفتاح حال تنصح بجهاز مثل هذا؟ أكيد لا لأن أسعارهم غالية جدا بنفس السعر ممكن تشتري بي سي أقوى بكثير وأنه هيك أنهم غير متوفرين إطلاقا في هذا المقطع نزلنا عن أقوى تجميعة في سنة 2014 ما رأيكم في إنشاء سلسلة يعني أقوى تجميعة في العالم لكل سنة أفكر حاليا في أقوى تجميعة لسنة 2008 إذا وجدت الدعم الكافي سأنزل 24 حلقة يعني أقوى تجميعة في العالم لكل سنة ابتداء من سنة 2000 إلى غاية سنة 2024 فقط تفجر المقطع بلايك واشتراك ليصلك كل جديد في هذا المقطع سأكتفي بهذا القدر كان معكم صديق مفتاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته